هذه أبرز العناوين حقيقة عودة الجماهير للمدرجات في البطولة الاحترافية عاجل لن تصدق ما سوف يقع لخالد بوطيب بعد اشتباكه في فرنسا لماذا لا يفكر خليل زيتش في عودة زياش وحاريت والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحدة تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس حقيقة عودة الجماهير للمدرجات في البطولة الاحترافية كشف مصدر جيد الإطلاع أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تحسن بعد بخصوص عودة الجماهير إلى الملعب الوطنية بجكل تدريجي مؤكدا أن كل ما يتم الترويج له بخصوص عودة الجماهير للمدرجات بداية من الجولة الثانية لا أسس له من الصحة وأضاف نفس المصدر أن عودة الجماهير للمدرجات راهن فقط بحالة الوبائية بالمغرب أي تحسن الوضع الصحي بالمغرب وانخفاض عدد إصابات كورونا للحد الأدنى يذكر أن البطولة الوطنية الاحترافية انطلقت يوم الجمعة الماضي بإجراء مباريات الجولة الأولى حيث قص شريط الموسمي الجديد نادي الرجاء الرياضي الذي فاز خارج ميداني على يوسف يسبرشيد عاجل لن تصدق ما سوف يقع لخالد بوطيب بعد اشتباكه في فرنسا بعد دخول اللاعب المغربي خالد بوطيب في اشتباكه مع أحد مشجعي نادي لهافر بملعب قلدي شاسو يوم الاثنين بعدما أخرجه مدربه في الدقيقة الستون حيث قفز حائطا قصيرا ليدخل في ملاسنات مع مناصر فريقه قبل أن تتدخل الجماهير لإبعاده ويظهر جاليا بأن مهاجم المنتخب المغربي سابقا سيتعرض للغرامة والإيقاف بالنظر للسلوك الذي أقدم عليه وكان لهافر تعادل مع تولوز مساء يوم الاثنين برسم الدورة السابعة من البطول الفرنسية في درجته الثانية لكن الحدث الأبرز في المباراة كان هو تجار اللاعب المغربي الذي أطار دهشة الجميع لماذا لا يفكر خاليل زيتش في عودة زياش وحارت يتير تألق التنائي حاكم زياش نجم الشيسي وأمين حارت لعب مارسيليا حرجا بالغة للبوسني واحد خاليل زيتش المدير الفني للمنتخب المغربي وكان خاليل زيتش قد استبعد زياش وحارت من معسكر الأصود خلال الفترة الماضية وضم لعبين أقل منهما ينشطون في دوريات متوسطة مثل المجر وهولندا وبلجيكا وذكر موقع كورا أنه توصل عبر مصادر الخاصة القاربة من خاليل زيتش أن ملفزياش وحارت مغلق حاليا وأن المدرب البوسني لا يفكر في ضمهما لأسباب ضباطية غير مرتبطة بالجوانب الفنية المصادر أكدت أن واحد خاليل زيتش لا يقيم آمن حارت من النحية الفنية بل سلوكه وتصرفاته خارج المستطيع الأخضر وانتقد خاليل زيتش سلوك حارت في أكثر من مؤتمر صحفي وتحديدا بعد وديتي المغرب أمام ليبيا والقابون بعدما أشركه كبديل فالجلوس على دكة البودلاء لم يعجب حارت الذي اتصل بالمدرب البوسني بعد منتصف الليل لمحاولة فهم ما يحدث لكن خاليل زيتش أكد رفضه صهر اللاعبين دولي حتى هذا الوقت المتأخر من الليل في معسكر الأصود وكان آمن حارت قد توارط في نفس الأزمة مع المدرب هيرفيرونار في أكثر من مرة ليخرج من قائمة الأصود التي شاركت في أمم إفريقيا 2019 ولا شك أن عودة حارت لصفوف الأصود من جديد ترتبط بتحسن تصرفاته وليس جودة الأداء داخل الملعب أما فيما يخص زياج فقد وصفه خاليل زيتش بالمتمرد مضيفا أنه لا يتقبل وجود لاعب يعتبر نفسه فوق الجميع في معسكرات الأصود ولو كلفه ذلك خسارة المباراة تصريحات وحيد أغضبت زياج وعمقت الخلافة بينهما ليرد اللاعب عليه ويتهمه بالكذب ما يعقد مسألة عودة حكيم زياج للأصود في المستقبل خاليل زيتش أبلغ المقاربين منه بأنه يشعر بالراحة لغياب زياج الذي لا يتعاون كما ينبغي مع بقية زملائه ولا يقدم دمانات بشأن جدية اللاعب في التدريبات وذكرت نفس المصادر أن مسألة عودة التنائي يوصف العربي لعب أولمبياكوس ونوطين مزراوي مدافع آياكس تختلف عن وضعية زياج وحارث بسبب عدم الرد على خاليل زيتش ورجحت المصادر عودة قريبة للعربي والمزراوي إلى معسكر الأصود خاصة بعد محاولات الصلح بين كافة الأطراف في بيان رسمي الكاف يكشف موقفه من إقامة كأس العالم كل عامي أصدر فاتريس موت سيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكورة القدم كاف بياناً أمس التلتاء يعلق من خلالي على الفكرة المطروحة على طويلة الفيفا بشأن إمكانية إقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من أربع وأشار البيان إلى أن الاتحاد الإفريقي رأى أن أهم شيء في المرحلة الحالية هو استمرار المناقشة بطريقة منفتحة بهدف القيام بما هو في مصلحة جميع الاتحادات ولاعبي كورة القدم في مختلف أنحاء العالم وأوضح البيان أن هذا يتماشى مع القرار الذي تم اتخاذه خلال مؤتمر الفيفا في شهر مايو الماضي بالاستناد للاقتراح المقدم من الاتحاد السعودي لكورة القدم والذي نص على إجراء دراسة جدوى حول تأثير لعب كأس العالم كل عامين وكيف يمكن أن يظهر ذلك في أجندة المباريات وأضاف ويجب أن يكون التحليل واسع النطاق ولا ينظر للتأثير المباشر للاعب كأس العالم كل عامين بل الأخذ في الاعتبار المنافسة المؤهلة لتلك البطولة وما إذا كان قد يؤدي ذلك لوجود عدد أقل من مباريات المنتخبات لكنها ذات أهمية ومغزة أكبر لمعالجة المخاوف المتعلقة بعدد المباريات التي يخذها اللاعبون وفي نفس الوقت تعزز قيمة المسابقات ومزاياها وأكد كاف أنه ملتزم بشدة بتطوير ونجاح كورة القدم في إفريقيا وبقية أنحاء العالم كما أشار البيان إلى أن الكاف يعتقد أن نجاح فيفا على المدى الطويل والاتحادات الأعضاء هو أمر متشابك ولا ينفصل وأتم البيان نحن على ثقة من أنه من خلال المناقشات سنجد أفضل الحلول لمصلحة كورة القدم تعادل إشبيليا وبون وانصال يخلقان الحدث أمام سالسبورغ في مباراة غريبة الأطوار ومعقدة تعادل إشبيليا بلاعبها المغاربة أمام الضيف سالسبورغ النمساوي بهدف لهدف عن أولى جوالات عصبة أبطال أوروبا حيث جاءت بسيناريو لم يكن يتوقعه الفريق الأندلوسي على ملعبه الشوط الأول جاء متيرا وغريبا فقد شهد أربعة ضربات جزاء ثلاثة للفريق الضيف سالسبورغ سجل منها جزاء واحدا عبر اللاعب سوتيتش في الدقيقة الواحدة والعشرون وأخرى للفريق الأندلوسي استادها المهاجم يوسف ساري وانبرى لها الكرواتي راكيتيتش بنجاح مانحنا التعادل لفريقه في الدقيقة الثانية والأربعون وخلقت دوليان المغربيان الحدث في هذا الشوط بعد ارتكاب الحارس بونو خطأا على المهاجم سالسبورغ عقب على اتره بدربة جزاء واستياد النصير للجزاء فيما سجل لقطة رائعة عندما حول كرة بدربة مقص في الدقيقة الثامنة عشر على سلمرمى كما تألق بونو عندما انقذ ناديه من فرصة واضحة للتشجيل وفي الشوط الثاني لم يأتي كما كان يشتهي إجبيليا والقليادورا صيري هذا الأخير الذي كان له انذار حصل عليه في الدقيقة السادسة والعشرون تعرض للطرد في الدقيقة الخمسون بدعوة تحير على الحكم بعد ان تظهر بالسقوط داخل منطقة عمليات سالسبورغ وقام الفريق الزائر ببعض المحاولات الخطير على مرمى بونو الذي انقذ فريقه من ثلاث فرص كانت اخطرها في الدقيقة التسعون عندما اعترض تسديدة حولها ببراعة للزاوية بينما حول إجبيليا بعد التغييرات التي طرأت على تشكيلته الوصول الى مرمى سالسبورغ وكان قريبا من تسجيل هدف وانتهت المواجهة بالتعادل يكتفي الفريقان بنقطة لكل منهما اشتركوا في القناة